سئل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينامون لأن النوم أخ الموت وأهل الجنة لا ينامون ولا يموتون والجنة ليس فيها مرض ولا هرم ولا هموم ولا غموم ولا أحزان ولا بول ولا غائط ولا روائح كريهة وليس للنساء حيض ولا نفاس ولا غل ولا حقد ولا حسد إذ ينزع الغل من صدور المؤمنين قبل أن يدخلوا الجنة يوقفون على قنطرة بعد أن يتجاوزوا الصراط ويقتصون فيما بينهم المظالم التي كانت بينهم في الدنيا ثم ينزع الغل من صدورهم فيدخلون الجنة بفضل الله على غاية الصفاء قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين فقال رجل يا رسول الله هل في الجنة من ليل قال صلى الله عليه وسلم وما هيجك على هذا قال سمعت الله تعالى يذكر في الكتاب ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك ليل إنما هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا وتسلم عليهم الملائكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر